اشتركوا في القناة ستة أشهر قبل انطلاق كانكو ديفوار وطلب اللاعب من بالماضي أن يصبر عليه حتى يحجز مكانة أساسية في ناديه الميلان مضيفا أنه من غير المنطق أن يلبي دعوة الخضر وهو حبيس الدكة فهؤلاء اللاعبين مكونين بطريقة محترفة جدا أما عن الأسباب التي دفعته لإبداء رغبته في اللاعب للمنتخب الفرنسي قال معطاوي أنه من بين الأمور التي دفعته لذلك هو محيط المنتخب الجزائري وما حدث لللاعب عيسى ماندي وهو يذهب للجماهير وهو يحاول الاعتذار من الإقصاء ويقذف بتلك القارورات هذه الحادثة وهذه التصرفات سوف لن نبني عليها أي مشروع سواء رياضي أو غيره وكان يجب علينا أن نكون إيجابيين ونتقبل الخسارة إذن من نتائج ما حدث حسب فارد معطاوي وعدم تقبلنا للخسارة الموجودة في عالم كرة القدم ما دفع عدري لاختيار المنتخب الفرنسي وعاد معطاوي ليؤكد مرة أخرى أن اللاعب كان يريد اللاعب للجزائر في وقت جمال بالماضي وأعطاه حتى موافقته النهائية لذلك ما رأيكم مشاهدنا الكرام؟ شاركونا بتعاليقكم ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد